السلام عليكم اذا كنت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي الفيديو ده هنتكلم عن حاجة اخيرة لعلاقة بالبوينترز برضو الحاجة دي هي علاقة البوينترز بالقناة 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 تعال نرجع خطوة الورا كده ونشوف يعني ايه ديناميك بموري في السي بلاس بلاس انا عارف ان هنا عشان استعمل البوينترز كنت بعمل ايه كنت بكل مساوطة باجي كده اعمل مسلا باريابول ولكن اسمه اكس قيمته عشرة تمام اهم و بعدين اعمل له اقول له انت تمام هسميه مثلا نجمة بي ايكوالز ايه ادرس اوف الاكس تمام فانا كنت اعملها على خطوط يعني انا بعمل الباريابول تمام الفاريابول ده بعمله الاول بعدين بعمل بيشاور عليه اوكي اوكي دي طريقة تمام فيه طريقة تانية ان اعمل الميموري بتاعتي ديناميك ديناميك اعملها ازاي تعال كده نعملها واحدة ديناميك اقول له مسلا اننا عندي انت تانية سميه مثلا بي اتنين بي اتنين ده هيعرف لي مساحة اشياء لرقم ديناميك ازاي بيستخدام كلمة نيو انا بعرف مساحة نوع ايه نوع انت فقول له نيو انت واسميكوالز دلوقتي البي ده ده مساحة نوع انت اقدر استخدمها زي ما انا باستخدم البي العادي ده عادي جدا تمام يعني مثلا لو انا جيت هنا مسلا قلت له اه حط لي مثلا في البي ده ليه القيمة اللي فيه عشرين ادرجة على بي توا اقول له اين طلق بي توا قيمة ايه عشرين عادي جد تمام و PhD عمله CNN عمل Mkы otro m'卵 اطمام نعم طيب ايه الفرق بين الده دي والطريقة دي اقول لك اولا التريقة دي بيناولا على خطوتين تمام وionنا كده كده بينا انا استعمل بوينتر ف uncon na poэ spl f مش محتاجين ده تمام ودي على خطوه واحدة اان سBE أسرع تمام ده نمرة واحد نمرة اتنين انا هنا معي القيمة دي موجودة باسمين بالاكس وبالبوينتر فبالتالي موجودة عندي يغيرها بالاكس وعندي يغيرها بالبوينتر واللي اخبطه الدنيا على بعض. هنا المساحة اللي انا عرفتها دي ملاش اسم غير البوينتر اللي انا بديه لها ده. فما قدرتش اغيرها غير باستخدام البوينتر. فده افيد واريح طالما انا هعمل مساحة ديناميك عارف انها تتغير معي ايه على طول. تمام? طيب. برضو ايه فايدة المساحة دي? فايدة فبشكل الديناميك دة بيتعرف ازاي بتعرف زي ما احنا شايفين كده ان انا بعرف وبخليه بيسوي والحجم اللي انا ايه? او النوع اللي انا عايزة ديه. تمام? طيب. بس الطريقة دي بتيجي بواحد او عيب واحد اللي هو ايه اللي هو ايه اللي هو شايف الطريقة اللي انا عملتها فوق دي? ام? انا انا معرف برابل عادي. تمام? فالي فرابل عادي ده ما يجي يتعرف بيتعرف في حتة اسمها الستاك. حتى في مموري اسمها الستاك. تمام? فالستاك بتاع المموري ده بيتصرف بتلقائية. بيتصرف بنفسه. تمام? يعني ايه? يعني للوقتي عرفت انت اكس. اوكي? وديت قيمة. تمام? فانت اكس ده موجود في الاسكوب صح? يعني موجود في حتة دلوقتي. واضح فيها ظاهر فيها. تمام? لما جاي مش تحت 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 بتاعه هيخلص هنا في او لما البرنامج يخلص ويطلع تمام? هيشوف اه ده ما بقاش في الاسكوب خلاص فاشي لهم المموري. تمام? منطقي جدا. تمام? لو كنا مسلا عملنا فورلوب مسلا. فور. انت اي اقوال الزيرو. تمام? ونحب تقسيم كلهم. كلهم مش هزين اي حاجة بعد كده. تمام? ونيجي نشتغل في المفقدة مسلا من سي اوت الاي مسلا. تمام? ممكن نكمل الفورلوب عشان بشكلها اوضح. نقول مسلا اي لزان الخمسة مسلا. اي بلاس بلاس. تمام? انا عملت الفورلوب. الفورلوب دي فيها فاريابول اللي اسمه اي صح? الاي دة بتاعه فين? من اول الفورلوب لحد اخر. تمام? او لما الفورلوب بتخلص هو تطلع هتلاقي ان اللغة نفسها شالت الاي دة من المموري. تمام? تمام. الحاجة اسمها اي اسمها? تمام? بتحصل على الفاريابولز الاي الي في في كل اللغات لكن على الفاريابولز اللي fe LHIP اللي هو زي ده تمام? الديناميك مموري دي بتتعرفش فلستاق بقى. لا يتعرف في الهيب تمام? فالفاريابولز في دي ما بتعمل لاش كاريبش او على القل في السي بلاس بلاس ما بتعمل لاش في لغات تانية زي الجافا وزي 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 والبيتون والاخ لاخ لاخ. بتعرف الميموري بتاعتها بشكل مختلف وبتعمل لها هي هي تمام? لكن انت في السي بلاس 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 ببعنك عرفت الميموري الديناميك بيدك لازم تشيلها بيدك. طب بتشيلها ازاي? بتشيلها بابريتور اسمها ديليت. اقول له ديليت بي تو. امسح لبي تو. لو انا كده استخدم بي تو وبعد كده مش هعرف استخدامه. لو انا مثلا بتريد عملي سي اوت للحاجة اللي جوه بي اتنين مثلا. تمام? اه دعنا نشاري الفورلوك دي مش عايزينها. اكي? تعال نجرب كده. هتلاقيه ايه? ادن ايه مشكلة. تمام? او طلع لي قيمة عشوائية. ليه? لان ده خلاص انا مساحته. تمام? ما طلع ليش العشرين دي. انا خلاص مساحته. فبالتالي ايه? حتى لو استخدمته وطلع لي قيمة غلط. فانا كده اتأكد ان انا عملت مساح اهو. وتأكد ان انا فضيتها هنا تحت. تمام? لان انا ما فضيتهاش هيقعد كل شوية يعمل لي جديدة ميموري جديدة حطها في ميموري وما بتتشلش. فانت تيجي في الاخر لان انت عندك كام موجودين بس انت بستخدمهمش ولا عارف تستخدمهم اصلا بس واخدين عليك مساحة برضو. ليه? لانك بكل قططة ما بتمساحهمش. فدي فكرة الايه? الطيب. حتى هايقول طب ايه اللعبكة دي كلها. انا ليه اعمل حاجة زي دي? هقول لك دي بتباقي فايدتها اكتر لما تيجي تعرف لها حجم اكبر من كده او لها اكتر من خانة. زي مسلا مسلا الاريز. انت عايز تعرف في العادي هتعمل ايه? تعمل حجمه مسلا تلاتة صح? تلاتة اهو وتبدأ تشتغل عليها. تمام? تمام. طيب انت عايز تعرف بحجم بدخل المستخدم هتعمل مسلا اه اكس مسلا. وتعمل على الاكس تمام? وبعدين تعمل ايه? وبعدين بتعمل انت ار اتنين مسلا. حجمه ايه? حجمه اكس ده. تمام? سوري? حجمه اكس. تمام? تمام. الطريقة دي جميلة وحلوة كل حاجة. بالطريقة دي مش ستاندرد. يعني ان الطريقة دي مش كل الكمبيلز هتشغلها معك. كومبيلر الكود بلوكس هتشغلها معك. كومبيلر بتاع مسلا كود فورسز ده وحاجة هيشغلها معك. بس في احيان كتير مش هتشتغل معك. حتى مسلا لو انت اشتغلت على مسلا. هتلاقي ان الطريقة دي مش شغلة معك. طيب تعمل ايه? ممكن تعرف المساحة دي. ديناميك. تعرفها ازاي ديناميك. طوله اسيدة انا هعمل انت بوينتر. تمام? هسميه ار. ار ده هيساوي ايه? هيساوي نيو. انت حجمه ايه? تلاتة. فانا كده عرفت تلات مساحات نوعهم انت ودت اول مكان فيهم لايه للبوينتر والاسمه ار ده. تمام? لو تفتكر كده لو ترجع بالذاكرة الفيديو الاريز. هتلاقي ان احنا كو. فكرة الاريه العادية ونعمل نفس الفكرة بالزبط. ان انا كنت بعمل له مسلا انت ار اتنين مسلا. حجمه ايه? تلاتة. فده كان يعرف لي تلات مساحات في الميموري. تمام? تلات مساحات في الميموري صح? ويديني اول مساحة فيهم يحطها في ار اتنين. تمام? تمام. طب عشان يتنقل ما بينهم كان بيعمل ايه? كان بيعمل عملية حسابية بسيطة كده. كان يقول لك مسلا اه ار اوف الخانة اللي انت عايزة ولكن نسمع اكس مسلا. بيساوي ايه? بيساوي ار. اللي هو ار بس. تمام? و ار ده عشان نفتكر بس. النفتكر كده. اللي هو ايه? ان ار ده. اللي هو يعني ار في زيرو. اول خانة. تمام? اهو. ار ده هو ار في زيرو. سيقول لك عشان ندوصل لاي خانة اللي هي مثلا خانة اكس بتساوي ار زائد انك تقول لي ايه? ات تقول لي. اكس بتاع الخانة دي. يعني اقول لك اه يبانا هتحرك عشرة في حجم الخانة الواحدة. لو كانت مثلا انت بعشرة في اربعها باربعين بايت. وازودهم على اللي cui تلك اول مكان. تمام? واوصل الخانة لان اي عائزة. تمام? فده اللي كان بيحصل في العادي. عارف ده بيحصل في العادي ليه? لان العادي بيتصرف بنفس الشكل ده. ان هو بيعرف مساحات في تمام? طبعا مش ديناميك بيعرف بالاستاجة دي جدا. بيعرف مساحات تمام? ويروح مديك لأول خانة. تمام? هتقول لي طب هل قدر اعملها العملية زي دي? اقول لك اه. الحاجات اللي زي دي بنسميها اللي هي العمليات الحسابية اللي يحصل على البوينترز. اللي هو شوية لابة في الادرسيز. شوية جامعة شوية طرحة شوية ضرب كده. بيمشوا الايه? الدنيا معنا. فتعال كده. تعال كده. نفهم الكلام ده. تعال نفهمه على ده. والكلام ده بينطبق على الايه على الري العادي. ما نفهمه كده. انا مسلا لو عايز احط ايه حاجة في اول خانة. ممكن اعملها عادي جدا. اقوص مربعة. اوف زيرو. هيساوي مسلا ايه? عشرة. تمام? ممكن اعمل منظر ده. بس لي في السطر ده. اللي هو R. R ده ب counselor لي اول مكان. فممكن اقول له R كده. بيساوي. مم? اقول له R بيساوي. هل اقول له R بيساوي لأ R ده تمام? لو جدنا بنعمل كده. cout a R ده. مان؟ cout a R هتلاقي ان هو ادرس في الميمورية. تمام? لم يقرد لايب كده. يلا نشوه. R ده عبران ايه? عبران ادرس في الميمورية ما هو رقم عادي. ما هو أي اشري مثل افضراضية مثلا. لا ده أدرس في الميمورية. فانا عشان اتعامل معي. محتاج اقول له ايه? اقول له دي رفرنس ار ده. تمام? دي رفرنس ار. طيب. حاول له مسلا هازه احط فيه قيمة كم? عشرة. لو جيت كده بعد كده قلت له مثلا نعمل لي سي اوت لر اوف زيرو. تمام? سمي كلهم كده. تعال نشوف اللي يطلع. طال لي كم? عشرة. سبحان الله اللي احنا لسه حطنا بايدنا متشوية ايه. ان انا قلت له دي رفرنس ال 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 الرجالك ده. ly احنا عارفين ان هو بيشاور على اول مكان. وحطة لي فيه قيمة عشر. طيب ده اول مكان. جميل وحلو اولاذ ثلاثة اتنين. اللي هو اخر مكان في القريبة تعالى. الآن تلاتة أماكن فمنزيله للاتنين. عايز اقول له ده مثلا بيساوي عشرين. اعملها ازاي يا ترى وياها هالترى. تمام. هني عمليها بنفس المعادلة بتاعت جدا. المعادلة انت كلم قود ايه? كان بتقول يا سيري ان انت عندك اتنين بيساوي اتنين في الاي في الصيز تمام؟ طبعا هنجيب الصيز من ينهي؟ هنجيب الصيز واحفظ الصيز والكلام ده؟ لا يا سيد اي مش عايزين نعرف الاي الصيز. ممكن نخلي الاب هو ذات نفسه يجب هلنا تمام? يجب هلنا ازاي؟ انا مش هنجي عارف الصيز انا عايZ زود عليه اتنين في الصيز انا عايZ اجيب اول مكان زود عليه اتنين في الصيص صح فممكن اكتب كده ممكن اقول له ار زائد اتنين تمام هتقول لي انت كده ازودت على ادرس اتنين حقول لك اه زودت على اتنين بس في حسابات الوينترز ومم يزودش اتنين كرقم اتنين لا هو بيزود اتنين صيز منه لنفسه كده تمام طيب بعد ازودت على ادرس اتنين انا عايز اعمل ايه برضو لو انا جيت عملت كده ل ار او اتنين دي او أو R plus 2. إذن. لو جدت عملت لها Cout كده إلا يحصل. هتلاقيها إيه يا طرح؟ هتلاقيها أدرس برضو. هتلاقيها أدرس. تمام؟ وتعليك توريك واحدة كمان. طالما سأقول لكم Cout كده. R العادية. ثم بعدها Endline. تمام؟ لو حد يفهم في الـ. سيلاحظ أن الفرق ما بين المكان ده والمكان ده. اللحظ أن ده آخره 0 وده آخره 8. الفرق ما بينه 8. 8 إيه؟ 8 بايت. 8 بايت دول هما إيه؟ اللي هما فرق مكانين. مكانين نوع 1. تمام؟ لأن الـ. بايت. فالفرق ما بين أول مكان والمكان التاني ده له هو مكان وفي اتنين يعني هو آخر مكان فرق إيه؟ اتنين آآ ثوري. التنين انت اللي هو 8 بايت. تمام يا شفار؟ تمام. فهنا اللح أريد أن أعمل إيه؟ لو اتوق Av2 تمام بتوضيبهم بحق يقوم بحق sanctions أخرج $ في Mist تمام هل يشattل العملية البحثة بهذا الأمر ب بالتأ Spect Harvard عشان بس ما ننسهاش اي شايف دي نخزينها كده بكومنت ونقول له ان احنا عندنا ايه ان احنا عندنا ار اوف اتنين بتساوي ايه اشريك السطر ده او الحتة دي هي هيها دي ان انا بحرك البوينتر شوية تمام عشان يوصلني الادرس اللي انا عايزه تمام بعدين ادي رفرنس المكان ده عشان نحط في ايه القيمة اللي انا عايزة تمام شباب تمام طيب حد يسألني انت ليه عملت الاقواس هنا تمام تعالي نعرف هنعرف انا ليه عم التل اخواص تعل toc الكلام ده كمان ونجيب السطر ده control c control v وانشيل الاخواس تمام نشيل الاقواس دلوقتيfront karna شوف اللي بيحصل ه ها وحصل الر quero ده الايرر أرا الأرر ده ان انا مستني منك الناحياتي ترام طب ملاش تعالي نعمل هي بطريقة ايه اف كس شوية تعالي نعمل هي حاجة تانية تعالى مثلا نقول له شايف ما عندي هي ار بتساوي عشر صح تاعا مثلا نعمل مسلا حاجاتها نقل له ان انا عايز ار اه مش ار اخس بيساوي مش عايزه بيساوي الاجعمال عشرين لبس نطبعه هنا تحت عشان نستعمله بعدين. انا عايزه بيساوي القمات التانية دي اللي انت لسه حضتها فوق دي.ماع werex Beans القيمة الموجودة في الخانة دي. فانا عشان اجيب القيمة الموجودة في الخانة دي هعجيب ده. صح? اهو. فانا كده قولت له ايه? قلت له ان انت اكس بيساوي القيمة اللي في الخانة التانية في لها بيعشرين تاعة نجرب. بعشرين فعلا. طب تعالى بقى نشيل الاقواس من على دي. تعالى نشيل الاقواس من على دي. تعالى نشوف الاكس هتطلع بكام? تطلع بكام قلعت باتناشر. جات من ايه لاتناشر دي يا طرح? جات بحسب ترتيب العمليات. تمام? انا لما كنت عامل اقواس كان فيه ترتيب معين للعمليات. ايه هو الترتيب ده? الترتيب ده انا انا امسك اول مكان. امشي عليه خطوتين. وبعد كده اعمل ايه? وانا كان ادي صح? فبداية لحامسك اول مكان انا مش هلأ خطوتين اللي هو ادي هتطلع القيمة اللي موجودة في اف اتنين اللي هي كام عشرين. تمام? طب لما انا شلت الاقواس اللي حصل. لما انا شلت الاقواس اللي حصل ان هو عمل دي الاول اللي هو مسك اول مكان عمله دي ريفرنس اللي وكت قيمته كام عشرة? وزاد على اتنين بقت اتناشر فبالتالي طبعا لي اتناشر. ايه ده الفكرة كلها? تمام? دي شوية ايه? كده لازم نكون كلنا عارفية. طبعا يعني سنستخدمها كتير قوي. تمام؟? فكرة ان هنستخدم اقواس اللي هي سبسكريبتةة وبريتور دي اللي هي الاخواص المربعة دي احلى او اسهل بكتير. بس طبعا لازم نكون فاهمين ايه اللي بيحصل داحت. ارشان ده زاي ما احنا نعرفيه. فلازم نكون فاهم كل حاجة بتحصل. تمام يا شباب? تمام. احنا بعد ما اعرفوا ان هذه المعلومات دي اتلاحزوا ان في مثلا اكوات سي بلاس لس كتير بعد كده هتبقى اسهل عليكم تمام عشان لما تيجوا بعد كده متشوفوا någon ماشي في مسلا وبيعمل لكم الشكل ده مثلا عنده مثلا آآ انت سيبرسم بي مثلا بيبدأ باية قيمة شوائية وحتلقوا بيعمل عليه كده تمام بيعمل مثلا كده بعدين يعمل بلاس بلاس بي وكده بيعمل هو كده بيزود ال باحد يعني بتحرك خطوة بعدين معي و بعدين تحرك خطوة بعدين معي وتحرك خطوة احنا فاهمين دلوقات ايه اللي بيحسبه. احنا فاهمين يعني ايه فاهمين عملية الجامعة والطرح بتأثر على الادرسيز ازاي? ونقدر نعمل بها اللي احنا عايزينه كله. تمام? وفاهمين الايه اضع ناويت مجول. تمام? في اخر خطوة محتاجين نعملها في الشكل ده ان احنا بعد ما استعملنا القرية بتاعنا الجميل بتاعنا. محتاجين بقى ان نفضي المساحة بتاعته صح? طيب انا لما كنت بعمل خانة واحدة كنت بفضيها باستخدام ايه دليت? وقول له اسم الخانة. دلوقتي لو انا عملت كده ده هيفضيلي الخانة الاولى بس. مش هفضي بقيت الخانات. طيب ازاي هفضي الخانات الاري كلها التلاتة اللينا هجزتهم? اقول له ان انا بفضي الاري. دليت كده هتفضل ايه الاري كله? تمام? تمام. بس كده ده كان كل اللي عندنا النهاردة حتى انكم استفدتم واستمتعته وانا لو اعجبكم الفيديو تحطوا لنا لايك وتكتبوا لنا كومين تحت. تقولوا ايه اللي اعجبكم الفيديو. ولو تعرف حد بتعلم سيبت وتصير اتشاروا الفيديو معاه. بس كده ده كان كل اللي عندنا اشوفكو الفيديو الجاي. مع السلام.